وانا عشان طيب يعني الناس تتعامل معايا بهذه الطريقة انا مش مبسوط من ان الناس بتتعامل معايا على ان انا انسان طيب وانت عايز الناس تتعامل معاك على انك انت انسان شرير يقولك الناس اصلي مأمنالي ما بتخافش مني اه لا بس انت لو كنت عايز تكون من اللي بيعملوا الاعمال اللي بيحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي الناس تأمن من غضبك خلي الناس تحس بان انت امان ما تحسش ان انت انسان مخيف انسان مخيف ده ما يحصلوش الستر اللي ربنا تكلم عنه لان الشخص اللي بيملك غضبه ده يستره ربنا وكذلك اللي بيقظم غيظه الله سبحانه وتعالى يثبت قدم وعشان كده فيه مفهومين مهمين في الحديث عايز اقف معهم الاول قوله صلى الله عليه وسلم ولان امشي مع اخ لي في حاجة احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة شهرا والمعنى هنا ان الناس ممكن تعتقد ان عبادة بالمعنى القاصر قصر على الصلاة والزكاة والحج والاعتكاف اللي بتسمى العبادات القاصرة وقاصرة انها مش فيها تقصير لا قاصرة يعني قاصرة على الانسان نفسه فقط فالعلاقة فيها ما بين العبد وربه لكن العلاقة ممكن تمتد عن كده وحضرة النبي بيقول لنا ان اعظم العبادات العبادات المتعدية اللي نفعها بيعود على اشخاص اخرين واشخاص متعددين فيشبه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان لو حد راح بس مع واحد ومشي معاه في قضاء حاجته ده ايه احب الى رسول اللي يسأل من اعتكاف شهر في المسجد النبو طبعا اللي فيه صلاة بألف صلاة الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها وده بيقول لنا ايه بيقول لنا قد ايه ان الخدمة المجتمعية وقد ايه ان الخدمة قد راع عظيم ومقام عالي عند الله وعند الرسول الحاجة التانية لنا قوله صلى الله عليه وسلم ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه وامضاه ملأ الله قلبه امنا يوم القيامة يا سلام انه منع نفسه من الانتقام ومنع نفسه من انه يرد الازى بازى ويا سلام احنا محتاجين دازين هنا وهنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن حد له مبرر في الغضب مش هو غاضب ولا متعصب وهو ما عنده سبب لا ده عنده سبب وعشان كده لو شاء ان هو يمضي غضبه وغيظه ده يمضيه ومع ذلك ما يرضاش يزاع على الناس وما يرضاش يحزن قلوبه وما يرضاش يوجعهم ولا يكسرهم هيكون ثابه ايه ان الله سبحانه وتعالى يملأ قلبه ايه يملأ قلبه امانا ليه هالجزاء والاحسان الا الاحسان كان حنين على الناس فالله سبحانه وتعالى لا يخرج له من خزائني ما تحت عرشي يوم القيامة خزائن بقى الحنان والامان فيبقى في رحمة وفي نور وبركة نعمل ايه انا عايزكم الحديث ده على الاقل في بيوتنا نقعد ونقرأه مرة كل اسبوع ده اول اجراء ونخلي اولادنا يتكلموا عن ازاي هيطبقوا هذا الحديث ونتكلم قد ايه والاجراء التاني نخلي اولادنا نسألهم انتو متصورين ايه اللي منتظر وايه اللي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انتو تعملوه لو هتعملوا الحديث ده ايه الاجراءات اللي انتو متصورينها وتبتقوا تعملوا الاجراءات دي كل واحد يعملها بشكل فردي ثم تتفقوا الاجراءات التانية ثم تتفقوا على عمل تبدأوا في كل عمل من العمل دي تعملوا حاجة من الحياة دي كل اسبوع يعني تتفقوا ان انتو هتعملوا عمل من ايه عمل واضح فيه ان انتوا تدخلوا السرور على مسلم لان احبوا الاعمال احبوا الناس الى الله انفعهم للناس فانا عايز نأسس بهذا الحديث حاجة اسمها الاسرة النافعة للناس اسرة نافعة فيبقى انك ما يسمى بالاسرة النافعة فواحد فينا عندنا طرقتين مدرستين مدرسة الاولى بتقول كل واحد فينا يعمل كل اسبوع خاصة من الخصال دي ثم بعد ذلك ايه اللي حاصل نتبادل ده فيما بيننا يبقى ايه اللي حاصل يبقى نمشي وما يشا يمر شهر ايه لو كل واحد فينا عمل ايه عمل كل الخصال الموجودة دي يبقى ايه اللي حاصل يبقى الاسرة المدرسة بتقول لا الاسرة هتدخر السرور على مسلم الاسرة هتطرد الجوع الاسرة كمان هتمشي في حاجة الناس الاسرة هتكزم الغيز الاسرة هتمنع الغضب ونبتدي نتدرب على ده ده حاجة هتجعل الاسرة فيه اروع ما يكون ويبقى فيه تواصل هتبقى ديه لابنة وتبقى ارضية مهمة جدا 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 ممكن تنشأ فيها اسرة فهم العبادة بمفهوم تاني وساعتها مش هنشتكي من قلة الاخلاق وساعتها تطلع الاسرة جميلة ومنورة وموصولة بحضرة النبي هتحس ان حضرة النبي معنا في البيت هتحس ان حضرة النبي دول الوقت فرح سعيد مبسوط بان فيه اسرة فهمة جمال ارشاده صلى الله عليه وسلم وعاشت به ووغفة احلاها كل ابواب نعيم جنة الحياة الاولى فيعيشه في نعيم وهو نعيم جمال صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم